بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة الأولى قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة مع الدرس الثاني قضايا ومشكلات عامة في القياس والتقويم طبعا بالرغم من الجهود المبذولة في تطوير أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة من حيث دلالات صدقها وثباتها ومعاييرها والأهداف المتوقعة من تطبيقها بالرغم من كل ذلك فقد واجهت تلك الأساليب العديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بإدوات القياس والتشخيص من حيث فلسفتها وأهدافها ودلالات صدقها وثباتها وإجراءات تطبيقها وفي ميل الآن نعرض لكم أبرز تلك القضايا والمشكلات التي نستطيع الآن أن نقسمها إلى مشكلات عامة ومشكلات خاصة ونتناول الآن المشكلات العامة في القياس والتقويم من المشكلات العامة في قياس والتقويم الغموض الذي يكتنف مصطلحات القياس والتقويم وأيضا مثل مثلا لو تكلمنا عن هذه النقطة الغموض الذي يكتنف مصطلحات القياس والتقويم مثلا ماذا نقصد بالقياس هل هو عملية أو ناتج هل هناك اتفاق بين المشتغلين في هذا المجال على تعريف لهذا المصطلح مثلا يعني مثلا الغموض الذي يكتنف موضوع القياس أيضا ينطبق أيضا على مصطلح التقويم من مقصود بالتقويم هل هناك اتفاق على تعريف التقويم هل هناك اتفاق على العلاقة التي تربط بين عملية القياس وعملية التقويم أداة القياس هل هي اختبار هل هي مقياس هل هي قائمة تقدير أم ملاحظة طب ما نوعها ما محاذير استخدامها ما شروطها وهكذا أيضا غموض نتكلمنا عنه الآن مصطلح أداة القياس أيضا قضية سوء استخدام الاختبارات أو المقاييس لو انتقلنا الآن نتحدث عن بعض هذه الأمور ونتناول أولا قضية سوء استخدام الاختبارات أول شيء تعميم نتائج الاختبارات على مجموعات لا تمثل عملية التقنين أو أيضا من هذه النقطة نقول المبالغة في تعميم تلك النتائج مما يعكس نتائج غير صحيحة أو دقيقة اثنين تفسير نتائج الاختبارات بطريقة غير صحيحة أو مبالغ فيها مما يعكس نتائج يصعب الوثوق بها أيضا تسرب إجابات الاختبار إلى المفحوصين أو تعليمهم تلك الإجابات مثلا مما يعكس نتائج غير حقيقية ولا تمثل قدرة المفحوص أيضا معرفة نتائج المفحوص على الاختبار من قبل شخص غير مؤهل لمعرفة تلك النتائج أو شخص لا علاقة له بها مما يعني انتهاك الحرية المفحوص الشخصية أيضا استخدام الاختبار غير المناسب للحالة أو الحالات موضوع القياس سواء كان ذلك من الناحية الفنية الإجرائية أو من حيث دلالات صدقه وثباته ومعايره لو انتقلنا لنتكلم عن القضايا المشكلات المتعلقة بأخلاقيات الفاحص إيذاء المفحوص أثناء تأدية الاختبار سواء كان ذلك إيذاء جسميا أو نفسيا إذ أن مسؤولية الفاحص تكمن في عدم جرح مشاعر المفحوص هذا أقل شيء إفشاء سرية المعلومات والنتائج المتعلقة بالمفحوص وخاصة للأشخاص الذين ليس لهم علاقة بنتائج المفحوص إذ أن مسؤولية الفاحص تكمن في المحافظة على نتائج الاختبار وكساب ثقة المفحوص وإعلام من يسمح لهم المفحوص بالاطلاع على نتائجه فقط أو أداءه على الاختبار ليس أشخاص آخرين أيضا خداع المفحوص من قبل الفاحص وخاصة في الدراسات التي تطلب قياس داء المفحوص عندما يتعرض لموقف وهمي وعلى الفاحص في هذه الحال أن يبرر ذلك الإجراء للمفحوص ويفسر ذلك الموقف الوهمي الذي تعرض له المفحوص هذا من أقل واجبات المفحوص على الفاحص أيضا القضايا والمشكلات المتعلقة بأدوات القياس مشكلة تقيين آداء الفرد وتقدم باستخدام مقاييز داد دلالة صدق وثبات مناسبة أو مشكلة وجود صور متكافئة للاختبار أو اختبارات فرعية للمقياس مثلا ومشكلة تقنية الاختبار إذ يصعب الحكم على تقدم آداء الفرد في ظاهرة ما إذا لم تتوفر أدوات القياس ذات الشروط السابقة الذكر والتي يصعب أحيانا توفرها أيضا مشكلة إعداد وكتاب التقرير على آداء المفحوص يعني ما هي النقاط التي يجب تغطيتها في ذلك التقرير نجد كثير من التقارير تقلوا من المعلومات المتعلقة بسبب إحالة المفحوص أو أسماء الاختبارات المستخدمة أو عرض للنتائج بطريقة يسهل تفسيرها وتحليلها كذلك صعوبة وجود توصيات للعمل بها بناء على ذلك التقرير المكتوب أيضا مشكلة صعوبة تفسير آداء المفحوص لذويه إذ يصعب أحيانا على الآباء والأمهات فهم النتائج المتضمنة في تقرير المفحوص والتي تعكس أداء المفحوص على اختبار ما أو عدد من الاختبارات أيضا مشكلة كفاة الفاحص وتدريبه وخبراته وقدرته على إجراء وتطبيق فقرات الاختبار على المفحوص مما ينعكس سلبا على أداء المفحوص كما تضمن مشكلات تعدد الأشخاص الذين يمكن أن يطبقوا الاختبار على المفحوص إذ قد تتضمن تعليمات تطبيق الاختبار أن يقوم مدرس الصف أو مدرس التربية الخاصة أو الأخصائي في القراءة أو الطبيب أو الممرض أو المرشد مثلا إذ تعطي تعليمات الاختبار الصلاحية لمثل هؤلاء الأشخاص في تطبيق الاختبار مما يعني تباين كفاءة مثل هؤلاء الفحصين في إعطاء صورة صحيحة عن آداء المفحوص ودافعيته أخيرا نتكلم عن مشكلة توفير الظروف الفيزيائية المناسبة لإجراء الاختبار ونقصد هنا توفير المكان المناسب وخاصة عن تطبيق الاختبارات الفردية والجلسة المناسبة ظروف التهوية والإنارة درجة الحرارة المحافظة على ضوضاء غير موجودة مما يؤثر سلبا على داء المفحوص على الاختبار ومن هنا كانت أهمية توفير الظروف المناسبة لإجراء الاختبار لأنها تعمل على أن يعبر المفحوص عن قدرته الحقيقية